حصد المعمل المركزي للمياه الجوفية والريع على شهادة الآيزو في الاختبارات الكيميائية والفيزيائية للتربة لثلاثة أعوام من بداية عام 2023. بذلك أصبح المعمل له الحق رسمياً في وضع شعار الاعتماد الدولي على نتائج تحليل التربة والمياه، وكذلك على تقارير الفنية التي تخص تقييم وتفسير النتائج. نجاح جديد يضاف إلى نجاحات قطاعات العمل المصرية بمختلف أنواعها. هنا في الوادي الجديد يحصد المعمل المركزي للمياه الجوفية والريع شهادة الآيزو في الاختبارات الكيميائية والفيزيائية للتربة لثلاثة أعوام من بداية عام 2023 وحتى نهاية عام 2025. ليشمل بذلك مجال الاعتماد الممنوح للمعمل وهو المياه والتربة. طبعاً بفضل الله المعمل المركزي حصل على شهادة الاعتماد الدولي من المجلس الوطن لاعتماد المعامل الإيجاك المصري. اعتباراً من 12 يناير 2023 وبترخيص ممتد حتى 9 ديسمبر 2025 في التحليل الرئيسية للتربة الكيميائية والفيزيائية. والمعمل طبعاً سبق لي أن هو حصل على الاعتماد الدولي في التربة من 14 تلاتة 2013 بترخيص أول كان ممتد حتى 2017. وناجح المعمل المركزي بفضل الله في تجديد الاعتماد لترخيصين متتاليين. الثاني كان من 2017 إلى 2021 والترخيص الثالث كان من 2021 إلى 2025. تزويد المعمل المركزي للمياه الجوفية والريب الوادي الجديد والفروع المركزية بأحدث الأجهزة عالية التقنية ورفع كفاءة العاملين كان أحد أهم عوامل نجاحه في الحصول على شهادة الأيزو والتي سيكون لها دورها في دعم متخذي القرار في اتخاذ القرارات اللازمة المعتمدة على نتائج وقياسات دقيقة. المعمل المركزي للمياه الجديد حصل على اعتماد الدولي من 2013 ونجح في التمديد لغاية 2025. ومعنى الاعتماد يعني الثقة في نتائج الاختبار. وبالتالي دعم اتخاذ القرار السليم من ناحية طبيعة المياه وجودتها للاستخدامات المختلفة. التوجه الحالي هو زيادة بنساحة الرقع الزراعية وبالتالي بيتم دراسة لأماكن جديدة من ناحية صلاحيتها للزراعة وكمان مشاكل قائمة بالفعل في التلوث. المعمل المركزي الذي يتبعه ثلاثة معامل فرعية بالمينيا وطنطا والدخلة أصبح له الحق رسمياً في وضع شعار الاعتماد الدولي على نتائج تحاليل التربة والمياه. وكذلك على التقارير الفنية التي تخص تقييم وتفسير نتائج التحاليل للاستخدامات المختلفة استناداً للمواصفات والمعايير الواردة بقانون الري والأكواد المصرية والعالمية. هنا طبيعة العمل في المعمل بتاعنا أن نحن نقوم بكثير من التحاليل الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجية لعينات التربة والمياه. وده يقدر يساعدني على تحديد نوعية المياه بالنسبة للمياه طبعاً بنحدد نوعية المياه للشرب أو للري. وده بيتم طبقاً لمعايير وحدود معينة خاص بقرار الوزير الصحة ومنظمة الفاو. وبالنسبة للعينة عندي هنا بشوف طبيعة المياه اللي عندي نسبة الملوحة فيها إزاي بتأثر لي على طبيعة النبات والنبات المزروعة في التربة. لم يكن هذا هو النجاح الأول للمعمل المركزي فقد سجل في السابق نجاحات أخرى منها اجتيازه لدورات اختبارات الكفاءة الحرفية التي اشترك فيها خارج مصر خلال السنوات السابقة. وكذلك بالمعمل المرجعي للقياسات الكيميائية والحيوية بلندن والمعمل المرجعي الحكومي بهونغ كونغ وهو ما جعل معمل الوادي الجديد المركزي يقف ما بين مصاف المعامل العالمية في جودة الأداء.